السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اليوم سأتكلم كنظرة أولية عن ديزرت 2 هذا جوال صراحة بسعر 790 لسبب أنه يوفر لي كثير من الإمكانيات كثير من الخيارات مقابل السعر أكثر مما تدفعه دعني أشرح لك وآتنا رأيك بخانة التهلقات بداية من المحتويات أولا ستأخذ الجوال بجانب طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقا غطاء خلبي سلكل يوسبي تاب سي وشاحن بقوة 18 وار الشغرة الثانية النسخة الرسمية ستكون 628 جيجا بايت شريحتين ومنبذ مستقل للذاكة الخارجية الهاتف يدعم شبكات 4G متاحة طبعا هذا هو الجوال الجوال كله على بعضه بوزن 180 جرام على الرغم أنه يملك بطارية منحنة في الجهة الخربية بشاشة مسطحة مع ثقب موجودة وكاميرات موجودة في الجهة الخربية لكنها غير باردة يوسبي تاب سي وسماعة واحدة زر الطاقة يعامل كتقنية للبصمة وتعمل بشكل جيد جدا وزره للتحكم بمستوى الصلب عندما تمسك الجوال بسبب استغلاء مساحة إطار الشاشة بشكل جيد فتقدر تحكم نوعا ما بهذا الهاتف بيد واحدة من ناحية تصميج والتصميج لا يوجد ملاحظات الشيء الذي أيضا أجبني أنه يعطيك الشكل الرخامي حسب اللون الذي تأخذه لكن اللون الأسود جميل يعطيك الشكل الرخامي فبين أنه فخم لك الجوال حسنا الشاشة 6.4 انش بدقة 1080p Plus شاشة صراحة مش بطالة من ناحية استمتاع بالمالتيميديا وفي مسألة الجامل الصوت صادم من خلال السماعة واحدة فقط موجودة في الجهة السفلية فلما نتكلم عن الأداة فهو يستخدم الميديا تيك P70 هذا معالج بالأكتاكور مع الستة جيجا بايت مع الواي فاي والإنف سي والإف ام راديو والجي بي اس فكل التغنيات التي تحتاجها موجودة مع هذا الهاتف المول فمع التجربة اليومية مهام اليومية العاب التي تطلب رسوميات متوسطة إلى العادية ما عندي أي ملاحظات فيها وشيء الجميل برضو أنه انضام الأندرويد الحقم 10 مع واجهة إبراهيم والتي هي عبارة عن انضام الأندرويد الخام اللهم راح تلقى شيئين إضافيين طبعا زوم كير والتي يوفر لك خدمات الصيانة ووصول إلى جميع أرجاء مناطق المملكة العربية السعودية خدمة إذا اشتركت في زوم بلاس فعندهم خدمة استبدال الجهاز بالجهاز جديد موجود ويعطونك هذا الشيء خدمات الصيانة خدمات الضمان وحلوة هذه الحركة من اليوم الأول الذي تشتري فيه أو يصل لك هذا الجهاز برنامج موجود في نفس النظام ومن ثم برنامج لاستثمات على ذلك الجهاز قريب جدا من نظام الأندرويد الخام وخدمات جوجل متوفرة بشكل رسمي في هذا الهاتف المحمول حسنا فيما يخص بالبطارية 4000 ميلي إمبير ومع هذه المواصفات لا يمكن فسيكون معك الفترة جدا طويلة لكن هناك شاحن السليع ويسمح لك شاحن الهاتف بسرعة عالية فيما يخص بالكاميرات فعندك 48 ميجا بيكسل فترة عالية 1.79 وعندك 13 ميجا بيكسل للألترا وايد 5 ميجا بيكسل لمسألة الماكرو تصوير عن القرب وعندك 2 ميجا بيكسل في مسألة العمق والكاميرا الأمامية 24 ميجا بيكسل لمحبين التفاصيل أكثر فهذه بعض النتائج وعطنا رأيك بخانة التعليقات فعطنا من 1 إلى 10 كم تعطي تقييمك لكاميرات هذا الهاتف المحمول مع العلم أن هذا عبارة عن نظرة أولية فهذا الجوال يقدم أشياء كثيرة مثل ما ذكرت مقابل السعر يعني والله مش بطل الصراحة مقابل السعر وشو هم يعني أعطوك شي وأكثر مما راح تدفع على هذا الهاتف ولا أنت ش رأيك؟ عطنا رأيك بخانة التعليقات شوكوا مخير شاء الله مع قلب السلامة